أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 205500 فحص جديد لكوفيد-19 وكشفت عن 1898 حالة إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة قرابة 428300 حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2438 حالة جديدة من المرض وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء ما يزيد على 408000 حالة هذا وتم الإعلان عن وفاة سبعة أشخاص وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفايات في الدولة أكثر من 1400 حالة وفاة في موازات ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 37969 جرعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفا وثمانمائة واحدة وثمانين جرعة ومعدل توزيع اللقاح أكثر من 66 جرعة لكل مئة شخص في سياق متصل أرسلت دولة الإمارات شحنة ثانية من اللقاح الروسي سيبونتيك في المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى قطاع غزة تحتوي على 38700 جرعة وتسلمتها الوزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح مساء الخميس الماضي وعبرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على هذا الدعم الذي يعزز الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19